بسم الله الرحمن الرحيم الآن نحن في جزء بما يتعلق الأسئلة والأجوبة بعد ما قدم الأخوان الأعزاء المهندس محمد عبدالوالد وكذلك مهندس أحمد عبدالرحمن العرض التقديم الشيق بما يتعلق الإدارة الاحترافية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهربائية قد يكون الوقت ضيق رح نحاول أن نستمع إلى ثلاث مداخلات من أخوانا الحضور ونقدر تعب أخوانا للمحاضرين نحاول أن يكون السؤال المداخلة مختصرة حتى نحصل على الإجابة الواضحة نبدأ بالأستاذ الفاروق النور إذا نتمنى أن الجميع يكون محظة يعني عارف شون عملية الإزالة الميوت حتى تكون مداخلة يعني سريعة إن شاء الله الفاروق الفاروق النور إذا ممكن نضطر حنان ننتقل إلى المداخلة الأخرى أخوانا مصطفى عصام تفضل مصطفى مصطفى بعض الأخوة يكون مرات في صعوبة في معرفة تزالة الميوت نضطر الآن ننتقل إلى أحمد حاج إسماعيل سيد أحمد موجود أحمد حاج ننتقل إلى أستاذ طارق الجميلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل أستاذنا العزيز الله يسلمك أستاذ سلام أولا شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة وعلى المعلومات الممتازة أنا عندي فقط سؤال عن موضوع الكود يعني كريت كود هل يتم أخذ نظر الاعتبار هذا الشيء وهل يوجد كريت كود يعني متبع في دولنا مثلا يتم على أساس قبول المحطة الكهروضوية شكرا جزيلا شكرا تفضل أستاذ أحمد عبد الوارث أو منوحاب يجاوب عن تجربته كريت كود في الكويت ودول خليجي في شكل عام ودول عربية السلام عليكم أيكم السلام هو طبعا أنا هتكلم يمكن أغلب المشاريع اللي قمنا بتنفيذها هنا في دولة الكويت مثلا الكويت عندها يعني زي يسموها Solar Connection Guidelines هي عبارة عن زي وليس يعني يعني هو يمكن يمكن Under Development فالConnection Guidelines دي بتنظم طريقة الربط للمشاريع اللي هي المرتبطة بالشبكة إن الكويت إلى الآن يعني لا تسمح بالتصدير خصوصا في المشاريع اللي هي الروفتوب على المباني لا تسمح بالتصدير أو لسه مش منظمة التصدير للشبكة مع ذلك فهي بتحط بعض يعني المتطلبات اللي هي الربط زي البروتكشنز والأوتوماتيك ديس كونيكتينج وبعد كده تطلب إنه هو بعد لو حصل مثلا شات داون أو باور أوتج في الشبكة يتم فصل محطة أوتوماتيكيا ثم تعود بعد عودة التيار بمادة زمنية ولذلك كل يعني طبعا كل ده بيترجم عندنا في طريقة الربط في لوحة بنسميها الميترينج and بروتيكشن بانيل ودي دي أهم دي اللي بتترجم كل متطلبات الكونيكشن على الشبكة بيبقى فيها كل المتطلبات الفصل والحماية وبيبقى فيها كمان حاليا اللي هو البي البي داريكشن الميتر أو السمارت ميتر اللي هو بيقيس التصدير والاستيراد على الرغم من لسه لم يتم يعني سن القوانين اللازمة بشكل مفصل بموضوع الاستيراد لتصدير أسف لكن البروفيجن موجودة والمتطلبات موجودة في كل دلوقتي كل المشاريع اللي تم تسليمها لوزارة الكهرباء بالشكل ده ده من جانب الربط طريقة الربط طبعا في بقى فيه متطلب انه لما يبقى المحطة كبيرة يبقى فيه اكتر من نقطة ربط ولا يتم الاعتماد على نقطة ربط واحدة كبيرة بمعنى لو بنكلم على المباني مثلا اللي هي تتجاوز مثلا اتنين تلاتة ميجا على نفس المبنى فيفضل ان هي تبقى مفصولة على اكثر من نقطة ربط مفيش تحديد للكباست بالضبط اللي هي المطلوبة لكن يعني بتبقى زي بتظهر النقطة دي في المناقشات في الاعتمادات مع الوزارة الى جانب كده بقى فيه جزء متطلبات خاصة بالتسليم نفسه اللي هو ثيرد بارتي والفحص عن طريق الطرف الثالث وعندهم قائمة بالشركات اللي هي الطرف الثالث المعتمدة من خلال الوزارة فلابد ان يتم يعني دعوة احد الشركات وعمل فحص النهائي بتاع التشغيل ما قبل التشغيل بحيث على اساس التقرير ده واعتماده الوزارة بتقوم ب ب بإصدار شهادة او الموافقة على تشغيل المحطة وربطها بالشباب ده بالنسبة للكويت في مصر عندهم طبعا موضوع النيت ميترينج او اللي هو الربط من خلال اللي هو العداد ودي لها متطلبات احنا لحد دلوقتي الصراحة يعني اليوم من هذا يمكن يعني ما خدناش المشروع يعني المرحلة دي في عدة مشاريع في مصر لكن عندهم متطلبات موجودة ممكن يعني حتى نبقى نرسلها للمشمهندس سالم اذا حبي نشاركها مع الحضور يعني بس شكرا يعطيك لا يا أستاذ محمد هلنا الآن ننتقل الى أخ محمد العطار إذا جاهز أخونا محمد أهلا بك وأخواننا وشاكرين بك جميعا بسوط وضع أخواننا 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 أنا السؤالي باختصار شديد أنا لو أنا عندي محطة شمسية روفتوب على أحد المباني الإدارية تقدر بحوالي نظريا 180 كيلو فولت أمبير هل أستطيع ربطها على الجهة المتوسط وما هو باختصار باختصار شديد طريقة الربط على الجهة المتوسط في حالة وجود محول خاص بالمبنى وشكرا لكم شكرا يعطيك العافية آآ 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 تمام آآ هو طبعا يعني هو المحطة بتاعه صغير يعني يعني 180 كيلو وات أو كيفي اي يعتبر نظام صغير مش مش كومن انه هو يتربط على مش دارج يعني ان احنا نربط المحطة بهذا الحجم على الجهد المتوسط بس يعني لو كده هو في الاغلب هتضطر انك تستخدم اللي هما اللي هما بيطلعوا لازم تعمل يعني تطلع المحطة على على الجهد المنخفض اللي هو مثلا 415 او ايا كان الجهد اللي هو في المحطة في المكان اللي هيتم تنفيذها فيه ثم بعد ذلك هتضطر تعمل لازم يبقى فيه يعمل رفع الجهد من الجهد المنخفض للجهد المتوسط بس صراحة يعني فنيا انا مش عارف بتاع المحطة هل هو يعني لو تبعات فنية يعني محتاج ان احنا ندرسها ونديك رد يعني اوضح شوية لان هي صراحة يعني حلة غير دارجة يعني عادة المحطات اللي هي بتربط على الجهد المتوسط دي بتبقى محطات يعني بالميجات يعني ممكن ان شاء الله نعود بالرد يعني بشكل دار يعني ان شاء الله لاحق الآن عندنا مداخلة من الاسم مواضح بس لو يعرفنا بالاسم اه اه ننتقل لان السيد مصطفى محتسم السلام عليكم سؤالي اول شيء شكرا على هذه المحاضرة استفدنا منها بشكل كبير يعطيكم العافية وجزاكم الخير سؤالي باختصار احنا الان في مرحلة التشغيل والصيانة لمشروع 24 ميجا في الأردن في منطقة صحراوية سؤالي بما انه احنا الان في بتركز في موضوع بس انا بدي افهم موضوع شو نسبتهم يعني مثلا انا بالشهر ملزم المقاول المشغل انه يعطيني مرتين تنظيف بالشهر فبدي اعرف نسب تنظيف الدراي كلين والويت كلين ويعطيكم ألف عافية اذا احد يعني حاب يشارك مواندس مواندس احمد اذا احب توقف بالله بالإجابة انا انا مواندس 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 انت احمد 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 عليكم السلام الصراحة ما عمديش رد يعني تهير متالي الحاجات بتتعمل با ترايل ان ارر مواندس مواندس فابريتي قد ان في فترة التشغيل والصيانة لدينا من تحرير مواندس النقطة دي تيمكن إيتش كيس لها وضع مختلف ممكن أضيف بس النقطة يعني يعني برضو من النقطة ممكن حلقة تأخذها في الاعتبار أنه هل في مستهدف للووتر سيفينجز ولا لا يعني على أساسه أنت ممكن تحدد النسبة لأن لأن لو أنت مثلا مفيش في مستهدف مثلا في توفير المياه يبقى احنا هندي أولوية طالما في كفاءة في هندي أولوية لدراي كلينج أكتر طالما الانتاجية زي ما شمانس أحمد قال الانتاجية المتوقعة المتمثلة يعني في نفس الوقت في السنة في نفس ما فيش كبير في الانتاجية فده معناه الفعلية موجودة فهي طبعا الكيس لازم تتدرس بناء على معطيات الانتاجية معطيات هل في مستهدفات تانية أننا أوفر المياه المياه صعب الحصول عليها ولا لأ يعني لازم ظروف فيها اللي تحكم الموضوع يعني خبرات موجودة فمثلا على سبيل المثال عندنا بالكويت حسب الدراسات تحدد الريجن بالكويت متى يحدث فيها قبار نجد إن في أشهر تكون قبار شديد في أشهر لا يوجد فيها بقبار يعني تم تحديد التنظيف على حسب الأشهر اللي تتوقع أن يكون فيها قبار ثاني شيء دراي كلين لازم نأخذ بعيدا اعتبار حساسية الإقلاس اللي موجود فيكون هناك مواد خاصة ممكن تعمل لها تنظيف العملية التنظيف الماء إذا منطقة صحراوية يتم اعتبار إذا أنا نظفتها مئة في المئة طول الفترة كم رح يكلفني فلوس تنظيف وكم أخسر من الطاقة وكم هوفر طاقة إذا كان تنظيفي أقل تكرارا ممكن أقل تقل الطاقة حد قليل ولكن التكلفة تكون عندي مناسبة لأنني قاعد أبيع فبالتالي أنا أكرر التنظيف طول الوقت فهي عملية موازن مثل ما قال اللقبان للطلاع على عدة ظروف معينة ممكن تساعدكم في تحديد هذا الغرار كل الشكر السلام حياك الله أستاذ الآن ننتقل إلى أعتقد أنه يكون سؤالنا الأخير مع الأستاذ عبير إذا موجود أستاذ عبير السلام عليكم حياك الله مشكورين جدا على هذه الدورة الجميلة أنا أحضر دكتوراه في الجامعة بريطانية وحاب أسأل أو أخذ من منظوركم إذا تسمحون لي هل هو خيار سهل للمواطن السعودي تركيب الواحل الشمسية على الروفتوبس للمشاركة في استدامة البيئة المظيفة يعني مثلا محطات صغيرة المباني المنزلية مثلا اللي هي الشقق يعني ويكون الروفتوبس للجميع للجميع السكان في المبنى في المبنى يعني مثلا يكون أقل من عشرة كيلوان فأتمنى أشوف منظوركم هل هو فاعل مثلا اقتصاديا وبيئيا وشكرا شاكرا ومقدرة لكم حياة شاء الله أستاذ عبير أستاذ أحمد فضل نعم سلام عليكم شكرا على السؤال متابعة في كذا عنصر كذا فاكتر لازم نرص عليه هو طبعا موضوع المساحة المتاحة أو الإيري المتاحة دية نقطة مهمة جدا عشان نكون عارفين الصيز أو الحجم المتكلم عليه قدي بس فيه خطر بس على ذلك يعني بيعملوا في الغرب حاجة بيسموها كميونيتي سولر سيسم فمثلا لو كفيه كذا بيت في منطقة وفيه أرض في النص مشتركة بيعملوا محطة وبيشتركوا فيها إن هي بتوفر عليهم كلهم أو بتغديهم بطريقة معينة لو أنا فهمت سؤال مضبوط إن لو فيه عمارة سكنية وفيها شقك مختلفة أظن لو فيه ساحة متوفرة على الزوف والسكان كلهم مشتركوا فيها متائلة ممكن يكون لها مردود إيجابي يعني أولا ما هتنتي الكهرباء وهتوفر من استهلاك المبنى للكهرباء غير المردود البيئي الإيجابي مشترك رد على السؤال أي نعم أيضا نقدر يعني أعتقد أن الأول نقطة عشان أفكر فيها إذا كانت يعني فيزا بولار ولا لا شنو المحافظ اللي تقدمها للدولة إذا كانت تساعد تشجع أن المواطن يركب أو لا هذا ممكن أول نقطة ممكن يتم النظر فيها في مملكة العربية السعودية وبعد ذلك يتم تحديد مثل ما ذكره الأخوان في دورة أن يحدد التكاليف المعينة ومدى الفائدة فيها حتى يعني يتم تحديد المدى يعني إقبال الناس ومدى نجاحية أو فاعلية المشروع فوق الأسطحاب إذا كان أي إضافة عند المهندس محمد هي بس نقطة بس يمكن تعود بنا للموضوع اللي هو إنه هو لو لو إحنا هنكلم على يعني طبعا أنتوا تفضلتوا في موضوع المباني القائمة وجدواها لكن مثلا لو إحنا نتكلم بقى على مباني جديدة أو خلق يعني هوية جديدة لها مردود بي أعلى وكده فإحنا محتاجين نفكر بموضوع اللي هو أن أنا إزاي أصمم أطلع بتصميم يقلل الديماند يعني يبقى فيه استدامة في تقليل في تقليل الديماند بتاع المبنى وفي نفس الوقت بيخلق مساحات كافية أو أسطح كافية لتركيب الواحي الشمسية بحيث يبقى لها مردود أعلى وتحقق مردود أعلى على على المستخدمين بشكل عام النقطة التانية بقى موضوع اللي هو تنظيم الداخل يعني لما نتكلم يعني من صاحنا نتكلم على الكميونيتي سولر ده لو هي مثلا يعني منطقة خارج خارج المباني بس لو إحنا مثلا داخل المباني هيبقى فيه شق بقى يعني كيفية تنظيم الآلية اللي يتنظم بيها الاستخدام من كل شقة أو كل ساكن والكونتروبيوشن بتاعه أو المساهمة بتاعه بتاعته في المحطة بشكل عام بس شكرا شكرا مهندس محمد أعتقد حنا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج لهذا اليوم اللي يتعلق بالدورة التدريبية لدارة الاحترافية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهربائية المتصلة بالشبكة والذي يعني تم تقديمه بالتعاون مع شركة كلينرجي مينا وبالأساتذة الأفاضل مهندس محمد عبد الوارث ومهندس أحمد عبد الرحمن يعني نعتذر أننا ما نقدر ما ناخذ كثير من المداخلات وبعض منها يتعلق بالأمور الفنية في مشاريع الطاقة الشمسية الكهربائية وأعتقد هذه يعني طرحنا بعض منها في دورات سابقة موجودة في قناة اليوتيوب وبعض منها سوف نطرحه في خلال الأسابيع القادمة حيث أن هذه تكملة لمسيرة محد الاستدامة في تقديم برامج تدريبية مجانية كشهرية كل شهر نختار موضوع ونطرحه ونناقشه مع الخبراء ونعتز يعني بحضور أخواننا الحضور فنوجه كلبة شكر وتغدير لأخواننا المهندس أحمد ومهندس محمد وأدري نتعب أن الشخص يعني يحضر لهذه المادة ويكون معنا طوالتها الساعات فيعطيهم ألف عافية وشاكلين لهم وكذلك الشكر لأخواننا الحضور على وجودكم معنا واتمنى أن قدمت هذه الدورة معلومات وخبرات أضافت لكم وإن شاء الله نشوفكم على خير في قادم الأيام ويعطيكم ألف عافية شكرا مهندس محمد شكرا مهندس أحمد شكرا نزيد 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 نشوفكم على خير ومعا السلام